صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا عبد السامون صباح الخير عليك يا بسانتو صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقة صباح الخير يا مصر حلقة يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023 في حقيقة الأمر ربنا سبحانه وتعالى خص كل إنسان بعدد من الصفات يمكن الصفات دي هي اللي بتميز البشر يعني بعضهم عن بعض تحديدا وفي بعض الصفات كل واحد بيتمنى أنه هو يورسها لأبنائه من كتر ما هو شايف اللي هي بتكون موجودة أو صفات مش موجودة فيه بيتمنى أن هي تبقى موجودة في أولاده عشان كده سؤالنا التفاعل النهاردة مع حضراتكم بيقول إيه هي الصفة اللي نفسك ابنك يورثها منك واسأل بسانت السؤال ده يعني فيه صفات كتيرة قوي يعني حبا أن أنا أولادي ياخدوها مني لكن حبا طبعا أن هما يبقوا كمان ليهم شخصيتهم لكن من الحاجات لنا حبا أن هما تبقى عندهم زي لو يعني ربنا كرم أنه يكون عندهم مقاومة شوية للظروف الصعبة يعني لما يبقى فيه ظرف كده صعب يمكن الحياة بتحطوه فيه أو هما بيمروا به يقدروا أن هما ما يستسلموش من أول مرة ولا تاني مرة يعفروا على قد ما يقدروا يعرفوا كويس أو أنه ما تيش موقف مهما كان الموقف ده سخيف أو رخم شوية ما فيش حاجة بتدوم وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيبدل الأحوال من يوم وليلة يعني ممكن في يوم تتبقى قاعد وشايل هم الدنيا وقاعد مش عارف أنت هتعمل إيه في بكرة لكن ربنا سبحانه وتعالى يغير كل حاجة لصالحك لكن لو أنت كنت من الأول خالص من الأشخاص اللي بتستسلم من هنا أنت مش هتحس بمتعة اليوم ده لما يجي من الحاجات التانية كمان أنا بحبها يمكن الهزار أو الدم الخفيف شوية يمكن كنت بكلم مع زميلي عبد الصمد قبل الهوى في الموضوع ده ودحكنا عليه لكن أنا من الناس اللي بحب أخذ المواضيع اللي شوية فيها دراما بهزار بحب أهزار بحب أهزار فيها وقلت إلي أنت عاوز ابنك يأخذ خفة دمي لا بجد يعني أنا بحب المواضيع ما حدش يكبرها ممكن تبقى فيه مواضيع سخيفة جدا فعلا بجد يعني وصحاب يعود يقولوا لي يعني أنت فيه إيمالك ليه مش مبينة أنك متضايق أو حاجة لكن أنا عشان دايما أنا بصراحة عندي إيمان أن ربنا سبحانه وتعالى بيبدل أحوال في ثانية واحدة فبعض أحاول أن أنا هزر في الموضوع شوية فالموضوع تقلو حتى يبقى أخف شوية في الحقيقة أنه أيا كان اللي إحنا بنتمنى لأولادنا عمره ما هيتحقق سواء لو إحنا عايزينهم ياخدوا طبع الهدوء أو الطيبة أو الشطارة أو الزكاة أو الحاجات دي كلها عمرهم ما هينفع ياخدوا استفاد دي غير لو هم شايفينها فينا لأن أولادنا بتولدوا زي كده الكمبيوتر اللي من غير ويندوز يعني هم بتولدوا من غير أي حاجة خالص وبيبتدوا يتطبعوا بإطبعنا إحنا وبعض السلوك بتاخدر لدرجة كبيرة قوي من التأثير الجيني يعني لو أنا عصبية ابني هيبقى عصبي إلا لو أنا بحاول على قد مقدرة أمارس الهدوء في البيت وأبقى هادية وأشتغل على نفسي في حاجة زي دي لو أنا مثلا شكاية ابني هيبقى شكاية زيي وهكذا هم الأولاد بياخدوا نفس الصفات الموجودة أو اللي بيشوفوها في بيوتهم فلو إحنا مش بنعمل الحاجات دي وبنورسها الأولادنا عن طريق أن هم يشوفونا في البيت بنمارس الطباعة والسلوك اللي إحنا عايزينهم ياخدوا مننا هم هيبقوا يعني copy paste كده مننا أو هيبقوا نسخة مننا بالضبط من غير ما نبقى قصدين فلو حراك عصبي هيبع عصبي لو أي صفة يعني حلوة أو وحشة هو هيخدها منك استفال أنت نفسك فيها ابنك ياخدوا أنا شايف أنه هو هكون نرجيسي لو أنا قلت أصلا أنا شايف نفسي عندي ميزة فلانية أعتقد أنتوا اللي تقولوا يعني أنت تقولي لي مثلا والله أنا شايف من صفاتك الكويسة معنا من خلال تعاملنا معاك اللي أنت واحد اثنين ثلاثة لكن اللي نفسي يكون موجود في ابني طبعا لما ربنا يكرمني يعني وأكمل نص ديني أصلا يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني فبتمنى طبعا في حديث بيقول الله في عون العبد مدام العبد في عون أخي فأنا نفسي فعلا أن ابني يكون بيساعد الناس يقدر اللي هو يكون سبب أو ربنا يجعله سبب في حل مشاكل للناس لأن أنا بحس أن الخير ده هو حلقة وبتلف أو ترسي وبيلف فطول ما أنت بتعملي عمل خير ثقي تماما أن دايما هيكون ربنا موقف لك ولاد الحلال في طريقك اللي يقدروا اللي هم كمان يعملوا لك أعمال الخير أو يطلعوك من أي مشكلة تدخل فيها مهما كانت لكن زي ما أنت قلت لازم يكون عنده ثقة في نفسه وأهم حاجة الثقة في النفس أنا شايف الفكرة اللي أنت تسيب لإبنك فلوس أو تسيب له مراث أو 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 ده مش النجاح النجاح الحقيقي اللي أنت تزرعي فيه الاعتماد على النفس تزرعي فيه العلم والمعرفة وتعليمي كويس جدا عشان قطر يقدر اللي هو يكون مهيئ ويطلع يتعامل مع المتغيرات اللي موجودة في الدنيا لأن أعتقد التحديات اللي كانت موجودة عندي والدي ووالدتي تختلف تماما عن التحديات اللي موجودة في جيل نحن الحالي وهتختلف عن جيله فبالتالي لو أنا زارع أو مؤسسه كويس وباني شخصيته كويس على الرضا تقبل الآخر تحديدا فكرة السلام أنه هو يكون مسالم مش استسلامي يعني فيه فرق ما بين أنه يكون مسالم لكن مش استسلامي استسلامي ده اللي أنا بسيب الأمور كده وخلص بقى يا ربك كريم وربنا هيرود لأ أنا بعمل اللي علي وبعد كده الباقي بيكون على ربنا إسعى يا عبد وأنا سعى معك فهي دي الفكرة فلازم نحن نكون يعني مربينه كمان على أهم حاجة فكرة الصدق لأن دايماً والدي كان يقولي الصدق المنجي حتى لو أنت تحطط في موقف الطريط اللي أنت تجذب فيه ما تجذبش عارف أنا أنا مبسوطة قوي من كلامك ده لأنه فيه حاجة كده يعني بجد فيه مقولك إحنا كمصريين على طول نقولها يقولك اللي معه ربنا يمشي على الماء ده من الآخر يعني يخش في الحيط صح يخش في الحيط على أي حال ده سؤالنا اللي بنشارك حضراتكم فيه ومنتظرين إجابتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بينا إيه الصفة اللي نفسك إذنك يورثها منك هننتظر إجابات حضراتكم على صفحاتنا على الفاسبوك ومنتظرين كمان يعني ردود أفعالكم وتفعالكم على السؤال ده وهنعرض إجابتكم خلال حالاتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر